السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم متابعيني العزاء في قناة ناني لايف معكم حنان علي مدربة تطوير الذات والوعي وبحثها في العلاقات الروحية اتمنى منكم ما تنسوش دعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب النهاردة هنتكلم على بعض التمارين للخوف كتير بيسألوا على موضوع ازاي اتخلص من الخوف اللي عندي اول حاجة مفيش حاجة اسمها ان انا اتخلص من الخوف لان ده غريزة موجودة عندنا كلنا زي ما ما فيش حاجة ممكن تتسمى ان انا اتخلص من مشاعر انت انسان فلازم هيكون عندك خوف بس المهم في ده ان انت ما تخليش الخوف يتملكك او يتملك منك في الواقع من الممكن جدا ان الخوف يكون حافز رائع ليك وممكن كمان انه يساعدك على الشعور بالمزيد من الحياة لكن الخوف هو ايضا احد تلك المشاعر اللي بتكون بيصعب التعامل معاها كبشر احنا من طبعتنا كبشر ان احنا بنتجنب المشاعر الصعبة ومنها الخوف بيكون على رأس القائمة كتير بيخلقوا انحرافات من الخوف او بيتدخلوا في امور غير مهمة بالنسبة لهم نتيجة الخوف اللي عندهم لذلك احنا ما بنتطرش للتواصل مع الخوف ولا بنبص في الاتجاه الاخر ونتجهله لا يعني ما ينفعش تدور راسك كده مرة تانية وتبعد عن الخوف وتقول لا اللي هو ابعد عن الشر وغنيله لا 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 خالص ما ينفعش الشيء المصير للاهتمام بشأن الخوف زي العديد بالزبط من المشاعر لازم نعرف كويس جدا ان اي شيء بنقاومه هو بيزيد علينا وبيشتد علينا اكتر واكتر لذلك ما نصحقش ابدا بان انت تقاوم الخوف هقول لكم بعد التمارين اللي ممكن دي يعني تهدي الخوف عندكم مش هتخلصكم منه ولكن هتحاول ان هي تهدي تقلل الخوف ده عندكم اول شيء هتكون في مكان هادي جدا جدا ما فيهوش اي ازعاج هتغمض عينيك وهتبتدي تسأل نفسك فين الخوف مخزن عندي بداخلي فين مكان الخوف في جسمي او بتقول اين يحمل جسدي هذا الخوف اليوم عادة بيظهر الخوف في جسمك على شكل توتر او امساك او انكباض او رفرفة او ممكن كمان تصرع في ضربات القلب او تغيرات عن تنفسك الطبيعي ممكن تلاقي حركة زيادة في الجسد يعني هيظهر بشكل مختلف مش طبيعي المهم ان انت هتكون مغمض عينيك وهتبتدي تفحص جسمك ببطء من اول القدم الى الرأس اذا حددت مكان او اتنين او تلاتة بيحتوى على خوفك ده فحاول بقدر الامكان انك تجلب وعيك اليه وبتدي اسأل كيف يبدو هذا الخوف في جسدي وحاول بقدر الامكان انك بتحكمش عليه او تفكر فيه بشكل سيء او جيد او صحيح او خلط او غريب او عادي بدل ما تفكر كده لاحظ بس اللي بيحدث كأنك بتشرح لشخص اخر ايه هو اللي بيحدث في جسمك وبتدي اخد شهيك وزفير هتلاحظ كده ان انت لما بتاخد الشهيك وبتيجي تطلق الزفير ببطء هتلاقي كده ان وانت بتاخد الشهيك ان في حاجة بتدي معاك ولكن وانت بتخرج الزفير هتلاقيها بترتخي وبتنسحب منك هنا هيبتدي ذهنك يبتعد عن جسدك وهيخش في قصة خوفك وهتبتدي تشوف ايه اللي بيحدث الآن هتبتدي تتحرك نحو خوفك في جسمك بشكل اقصر كسافة يعني تركز عليه واسأل نفسك ما الذي يحدث الآن هتبتدي تسأل السؤال ده كل نص دقيقة او دقيقة وبعد كده تجاوب على نفسك على السؤال ده بصوت عالي كمان ركز مع احسيسك ومشاعرك ولكن خليك لطيف معيها واسمح عادي جدا بان الامر ده او المخاوف دي تكون موجودة يعني ما تحاولش ان انت تغيرها او تخرجها يعني ما تضغطش وتقاوم على اساس ان انت ترفضها وتقبلها عادي بكل سهولة ويسر وكأنك شايفها امر مضحك او هزلي بالنسبالك وانه مش فارق معاك ولكن انت عرفته هو فين اللي هو كأنك بتكتشف سر هو موجود فين بالزبط يعني شيء مختبئ منك واكتشفت مكانه وبتدي اسأل نفسك هو ايه اكتر شيء اخاف منه وبتدي جاوب على الشيء المخيف ده بصوت عالي برضه بس خد نفس عميق وطلع زفير ببطء وبتدي لاحظ ايه اللي بيحدث في جسمك في الوقت ده وبتدي اسأل نفسك تاني وماذا بعد وكرر السؤال وماذا بعد وبعد كده تطرح السؤال ثم ماذا مع تنفس شهيق وزفير وتبتدي توعى بجسمك في التوقيت ده لما هتكرر التمرين ده وهتلاقي نفسك ان انت بتوصل للجوهر وعمق الخوف عندك اللي موجود بداخلك هتلاقي ان الامر مش معقد ولا زي ما انت كنت بتعتقد المهم كمان ان انت ما تخافش من التعبير عن احتياجاتك ومشاعرك وما تخافش بشأن مستقبلك ولا الغد فكل شيء بيد الله ما تخافش كمان من خسارة اي حد خد بالك ان طاقة الخوف هي اقوى طاقة سلبية على جسدك ولما هتعمل التمرين ده هتقدر ان انت تتحرر من مخاوفك دي بكل سهولة ويسر وردت دايما اسم الله الحفيز والمؤمن والوهاب بداخلك عايز اقولكو كمان ان مش شرط ان انت تكون بتتأمل او قاعد في مكان في الطبيعة لا خالص لان ممكن بيكون صعب شوية الجلوس مع الخوف والتشتت ولكن يفضل ان انت تكون في جلوس بمفردك لوحدك في مكان هادي وساكن شوية اذا لقيت الخوف والتشتيت شديد شوية ابتدي استمر في لفت انتباهك لانفاسك في الشهيق والزفير وبتدي ردد هذا هو شهيقي وهذا هو زفيري وبقوة خليك عندك يقين في الله انك هتقدر تتحرر من الخوف ده وهيكون الامر سهل وبسيط فيما بعد جرب التمرين ده لمدة خمس دقايق يوميا بدون ان يكون عندك اي هدف في ذهنك خد بالك انك لما هتقدر تعمل التمرين ده هيتطلب منك الشجاعة وهتكون شجاع عشان تقدر تخرج مخاوفك كل محاولة بتقوم بيها بالقيام بالتمرين ده حاول ان انت تعترف لنفسك وتكرم نفسك تعترف لنفسك ان انت شجاع وتمتن كمان لنفسك وتكرمها ولو هدية صغيرة كمان لنفسك هتكون شيء جميل جدا شكرا لكم وبالتوفيق لجميع ان شاء الله شكرا لكم شكرا لكم